باقي تغريدة شوي ولا نكمل موضوعنا طيب نكمل موضوع شوي فاصل ناصل مع تغريدة طيب اسلم هي سؤال كان سؤال عن الجو هو زين الجو خلصنا مننا أنا عندي راي راي أنا قلت وش أفضل أسبوع مر عليكم إيه حلوة عيشة أفضل أسبوعات عمر السلامة اللي كان برضو فتا ثلاث ليش هي خدحت كلكم العيد يعني قبل العيد وبعد العيد نعم لأنها فترة حية في داخل البرنامج يعني عشان عشان يوم طلعته نعم قبل نطلع حلو كانت تطلعوني عيال بكرة براين عشان متهيئين انكم تطلعون لا ما كنا ندري نطلعان ما تدرون ايه ما ندري جاء القرار تالي طيب ليش كان أفضل أسبوع شيف كان فيها آلة سكرين ايه قل لي كده لا ايه يا حمد الحين جايب وملعب صابوني ونقايب لا كده ايه لا كده انا تكل ايه وطح لي بي روض يا طباخ جانا شطبخنا شيء لا يلاحيه وقبل العيد بيومين مدري كمس ايه انا صراحة لا ذبايح ولا اس كريم ولا غيره انا كانت جيت هالي هي افضل جاية في الأسبوع ذاك سعى زرواني طلع عمرك هالي وتبارك وعلينا طلع عمرك وا اعلنوا الطلوع ثلاث ايام وزاد العيد عيدين يا والله العظيم يا سلام وفي العيد يا سلام يا سلام الله يخلي يملك يا رب ولا يفرقكم يا رب الله همامي طيب الشباب نفس الطريقة وش كان افضل اسبوع عندكم والله كلها زين رطب يبو حمو لا في اسبوع يعني مليء بالحافل بالعطاء والعليات الاسابيع اللي كانت في بداية البرنامج كانت حلوة ما هو بدايت على طول نبقى خامس اسبوع وشادس اسبوع اللي في الثلاثين والاربعين الاسبوع اللي قبل العيد او الاسبوعين اللي قبل العيد الاسبوع اللي راح كله عليم تميز حلو يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله الله يمتعكم بالصحة والعافية آمين يا شيخ آمين طيب شباب كم باقي عند هذا البرنامج باقي سرسبيه عشرين اليوم يا الله اقل معزي بقى ثمانطاعشه بالله كيف كيف شعور والله العظيم ان اذا اعرضه وما ادقى على المنتاج ولا شيء انني انا نضيك هالحيء بالله هنبكر كيف يطينا بنشوم مقاطع نزم الله العظيم سلامة لا إله 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 هذه النقطة ركبية نشرع لي شي والله تفضل بشأن؟ أنا أشوف أني أنا أعش تجربة هذا الشيء صراحة لما نطرأ وخلاص يعني لكن بس ويش ويمكن ما كنت أقول أنه يلا هذي حلنا راجعين فقد طلعتنا في ثلاثة أيام والله العظيم يا أبو سعد أني أقولها ورب يشاهد على اللي في خاطري أن يوم نطلعنا بالعيد أني أشتاقلها الرجال هذول يكلهم يعلم الله والدني خلاص مفارقهم يا طيبك والله العظيم إني حتى يوم نجيت للباب العصر يوم ندخل إني أسلم على الرجال عندني صار ليسنين ما نيشايفهم مبطي ما نيشايفهم وليم يشتاهم هولو يلا حيو ويش لو ونك شغل وعدنا مكلمة بس ناف ومسلم عليه ومعايدين على بعضنا ومن السوال بس والله العظيم إنه اشتاكل على الرجال كله يعلم الله والله يعيننا الله يعيننا الله يعيننا لكن شاء الله أنا على قلب الرجل واحد حتى ما بعد البرنامج بإذن الله بإذن الله أنت اليوم نحمل برنامج جماعة طوان العلم بإذن الله لأنه شف كل رجال مننا شفقنا على أهلا وعلى ديارة لكن رحنا هواي خبيرها في الساعات فاشعاتنا قلوبنا على منتجنا الله الله والله أنا ندور الجاية لكن اليوم ندور الجاية ها خلاص سبحان الله عشتوا مع بعضوا عارفين جواب جيت ألبس من العيد أول ما وصلت قسم بيتنا يا فساعدة دور المايك بالله عليك ونمت صحيح ونمت صحيح ثاني يوم أنا بس لبس أباحط المايك باللبس يا سلام قم بتهلوس أنا عندي موضوع أنا واحد من أهل عمي يسويك أباحط طميوت فضل ما فهم إضغاء إضغاء يا الله يساعد قلوب من شاء الله بقني طلعتنا من الصالة راحت الغرفة عشان أغيري الحجار يا أم طلعتنا ما فيه ما بلا عليك طيب سباب ويساعدكم نسوي ثمانين عصرية موسيقى